قرر المجلس التأذبي القضائي في لبنان عزل القاضية غادعون التي أثارت مؤخرا الجدلة بتوجهاتها بالتحقيق في ملفات جدلية أيضا القاضيعون تعد من أكثر القضاء ظهورا عبر الإعلام وقد اشتبكت مع العديد من ملفات هي محل خلاف الرأي العام اللبناني للمزيد حول هذا الموضوع راح بضيف من بيروت أسعد بشارة الكاتب الصحفي أسعد أهلا بك تعتقد هذا العزل لتجاوزات مهنية للقاضية غادعون أم هي تصفية حسابات سياسية على الأرجح هناك تصفية حسابات بين أطراف يتدخل فيها القضائم السياسية من هي القاضية غادعون؟ قاضية غادعون هي قاضية محسوبة للأسف على تيار الرئيس السابق ميشيل عون وللمفارقة فإنها قاضية لا يوجد في سجلها الشخصي أي إشارة سيئة يعني هي على المستوى الممارسة القضائية قاضية لا يوجد بحقها أي شيء مخالف سواء بجهة الفساد أو غير الفساد المعروف حضرتك أنه في لبنان هناك يعني اختراق للفساد لكل المنتديات السياسية وحتى القضائية ويعني بكل المجالات ولكن يعني كيف عملت القاضية غادعون؟ بدأت بفتح ملفات استنسابية ولكن ملفات صحيحة ولكن استنسابية يعني تختار ملفا معينا حسب ما ترتقيه مصلحة التيار العوني وتسير فيه إلى النهاية وتتجهل ملفات أخرى إلى أن حصل اشتباك كبير داخل القضاء فتواجهت حصلت مواجهة بينها وبين مدة عام التمييز وبعض مجلس القضاء الأعلى وأدت هذه المواجهة الآن بعد طول يعني محاولة كف يدها عن بعض هذه الملفات منها ملف رياض سليمي ملفات بعض المصارف ولما حاولوا كف يدها عادت بقوة الأمر الواقع ونظرت في هذه الملفات إلى أن وصلت الأمور إلى أن يتخذ قرار من المجلس التأديبي بحقها لمحاولة الانتهاء من دورها بشكل كامل طب بصراحة أكثر أساب أسعد طالب أن هناك تصبت حسابات من هي القوة أو القوة السياسية التي أطاحت بغادعهم طالما أنها محسوبة على العهد العوني وكان يطلق عليها قاضية العهد صحيح هناك تركيز من العهد العوني الذي غارق في الفساد حتى أدونيه على محاسبة خصومه داخل المنظومة بتهم فساد أخرى وللحقيقة في لبنان تقال ليس على سبيل النقطة ولكن على سبيل الدراما أو المأساة أن كل من يتهم الآخر بالفساد يكون على حق يعني خصوم العونيين تهمهم بالفساد فكان جبران باسيل ملك السدود الفارغة التي كلفت عشرات ملايين دولارات والبواخر التي استؤجرت بمئات ملايين دولارات من أجل أن تأتي بالكهرباء لم تأتي الكهرباء وإلى ما هناك فيما هو يعتبر أن ثغرت رياض سلامي وإداء رياض سلامي وإدارة رياض سلامي للنقد والمصارف التي شاركت بتمويل دولة مفلسة وأخرجت أرباحها كأصحاب مصارف إلى الخارج تاركة اللبنانيين ملايين لبنانيين وربما الكثير من العرب والأردنيين أيضا أسر الودائع وودائعهم أسرت واختفت وقاربت على الاختفاء يعني في عملية بونزي رهيبة هي مجزرة لم يشهد لها تاريخ المصارف في العالم بالتالي كنت أتحدث عن أن كل هذه الاتهامات بحق بعض البعض للأسف بالكثير منها دقيق العهد العوني استعمل هذه القاضية التي هي مستقيمة على المستوى الشخصي ووجهها باتجاه خصومه السياسيين داخل المنظومة فيما هي كانت متناغمة مع العونيين وحصلت ببعض الملفات منها ملف رياض سليمي وامتنعت عن النظر بأي ملفات أخرى بحكم مسؤوليتها منها ملف القرض الحسن على سبيل المثال الذي أنشأه حزب الله والذي هو يشبه المصرف وهو غير مرخص ويعمل بطريقة يهدد النظام المصري في اللبناني كله أمام العالم بالتالي بعد هذا الاشتباك انتقل الاشتباك إلى داخل القضاء إلى داخل مجلس القضاء الأعلى أعتقد أن تأثير رياض سليمي والمصارف داخل القضاء قد أدى الآن إلى إصدار هذا القرار بحق غادع تعتقد أنه قرار قاسي من وجهة نظرك أنت كصحفي ومتابع على اعتبار أنها شخصية مستقيمة يبدو أنها ضحية العهد العوني وضحية الاستنسابية أليس قرار ربما قاسي؟ صحيح بإجازة بسيط أنا كصحفي حصل ملف ادعاء من قبل إحدى الضابطات في ملف كبير اسمه ملف زياد عيتاني وهي تماهت معها وأصدرت ادعاء بحقي ولكن انتهت القضية يعني كانت متأثرة بهذا الملف في توجهاتها العونية ولكن أنا أقول عنها مستقيمة لا شيء لدي أبدا لكي أتهمها بأنها قاضي لها مصالح أو ما يشبه نعم هي ذهبت ضحية أنا باعتقادي أنها كانت صادقة في السعي في موضوع المصارف وضياع ودائع اللبنانيين كانت صادقة بملاحقة موضوع طبيعي الأموال كانت صادقة بموضوع التجاوزات الكبرى التي شهدتها العلاقة بين مصرف لبنان والمصارف وعملية تمويل الدولة الفساد التي مولت من ودائع اللبنانيين والعرب هناك ودائع وضعت بالثقة من لبنانيين مغتربين وعرب ولبنانيين يسكن في لبنان بعشرات مليارات دولارات تم استعمالها في دولة فاسدة بإدارة للأسف رياض سلامي حاكم من مصرف المركزي الذي لم يوقف هذا الموضوع وأصحاب المصارف الذين عرفوا أن هذه الودائع تصرف ولم يكن يحق لهم أن يذهبوا إلى السماح بأن هذا الاعتمان بأن يصرف بهذه الطريقة ومع ذلك غدوا النظر وأخرجوا أرباحهم أرباح مصارفهم الخاصة إلى خارج لبنان ونجوا بأنفسهم وتركوا الكارثة تقع على المدعين غاد عون تلاحق في هذا الجانب ومعها حق لكن ليس الحق معها بأن تكون أداد بيد طرف سياسي تهم الفساد يلاحق طرف آخر داخل هذه المنظومة أيضا متهم بالفساد لهذا دفعت ثمنا الآن بهذا الطرد وحضرتك سيستاري تسألني إذا كان هذا الأمر ظالما أنا أعتقد أن ما فعلته غاد عون من بعض المخالفات الشكلية لا يستأهل قطعا هذا الطرد ولكن هذا القرار هو قرار كبير تخذ داخل العدلية ولكن التأثير على اتخاذه أتى بالطبع من خارج قصر العدل من أجل نظارك طالما أن هذا القرار لن يتيح مستقبلا أن تظهر شخصية أخرى أو شخص آخر لديه بعض الصفات الاستقامة ونية مواجهة ومحاربة الفساد سيقضي على أي ظهور محتمل لشخصية على شرط أن لا تكون أو أن لا يعني يجري استغلالها كأداء يعني أنا الواضح هنا أن هذا الملف هو ملف كبير أكبر بكثير من قدرة قاضي فرد على أن يواجهه ملف الفساد في لبنان يستلزم ربما محكمة دولية يستلزم لجنة قضاة مستقلين يستلزم حماية سياسية وشعبية لكل من يريد أن يدخل في هذا الملف لأن هناك أخطبطا سياسيا وماليا ونقديا متضامنا نحن نتحدث عن منظومة ولكن المنظومة ليست سياسية فقط هي سياسية مالية نقضية مصرفية هؤلاء جميعا مصالحهم واحدة هم يقطعون الطريق أمام أي محاولة لفتح ملفات الفساد الكبرى سواء في الإدارات أو الوزارات أو المصارف أو المصرف لبنان هذا الفساد الكبير أدى إلى ضياع عشرات مليارات دولارات من جنة عمر اللبنانيين والمدعين وبالتالي سيكون درسا كبيرا لأي قاضي سيتجرأ ولكن هذا الملف لا يمكن أن يقفل إنه ملف مجزرة القرن في لبنان أنا أشكرك من بيروت الأستاذ أسعد بشارة الكاتب الصحفي شكرا جزيلا لك